ورياضياً يواجه المنتخب الأرجنتيني اليوم نظيره الكرواتية في الدور النصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022 والذي سيحدد أول المتأهلين للمشهد الختمي للمعندي ألا تتجه أنظار عشاق قرة القدم صوب ملعب لوسيل الذي يحتضن المواجهة الأولى المثيرة من الدور النصف النهائي لكأس العالم بين الأرجنتين وكرواتيا في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين راكوس التانجو نجحوا في الوصول إلى قبل النهائي بعدما تخطوا عقبة التواحين الهولندية في ربع النهائي بعد مباراة نارية امتدت حتى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما أما رفاق لوكا مودريتش الطامحون إلى التأهل الثاني على التوالي إلى نهائي المنديال فقد نجحوا في تحقيق مفاجأة مدوية وإقصاء البرازيل أبرز المرشحين لتحقيق اللقب بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق الأرجنتينيون يدخلون المباراة وعينهم على حصد اللقب الغالي للمرة الثالثة في تاريخهم وإهداء ميسي لقبه الأول في المنديال الذي قد يكون الأخير في مسيرته المنتخبان التقيا من قبل في مواجهتين بكأس العالم وحقق كل منهم الفوز في مباراة إذن هي مواجهة مصيرية وخطوة أخيرة فاصلة لتحديد أول المتأهلين للمشهد الختامي في المصابقة الكروية الأهم